أعلنت القيادة المركزية الأمريكية توجيه ضربة وصفتها بالدفاع عن النفس ضد مركز للتحكم بالطائرات المسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين من جانبه قال زعيم جماعة الحوثي بأن تلك الضربات الأمريكية والضربات البريطانية أيضا لا تأثير لها ولن تحد من القدرات العسكرية لجماعته التي تحاول إصابة كثير من الأهداف في مياه البحر الأحمر وخليج عدن فما الأسلحة التي تملكها الجماعة للوصول إلى تلك الأهداف بحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فإن جماعة الحوثي تمكنت من تحويل نحو 200 صاروخ من طراز قاهر للدفاع الجوي إلى صواريخ باليستية غير موجهة وعادوا تسميتها باسم قاهر ون وقاهر تو لتصبح قادرة على الوصول إلى مدى 250 و 400 كيلو متر لكن نقطة ضعفها أيضا بأنها غير موجهة تظهر أيضا في ترسانة الحوثي صواريخ بدر الباليستية والتي يعتقد بأنها مصممة كنسخة من صواريخ خيبر سورية الصنع وصواريخ فاتح 110 الإيرانية وعلى الرغم من أن الحوثيين يصفونها بأنها قصيرة المدى لكنها في الواقع أقرب إلى قذائف المدفعية الصاروخية غير الموجهة وجرى تطويرها لتصل إلى مدى يصل إلى 130 كيلو مترا ومن ثم إلى مدى يصل إلى 160 كيلو مترا في جعبة الحوثيين أيضا أنواع أخرى من الصواريخ منها ما يعمل بالوقود الصلب كالكاتيوشا السوفيتي الذي يصل مداه إلى نحو 120 كيلو متر وكذلك صاروخ سكاد الذي يصل مداه إلى أكثر من 500 كيلو متر وصاروخ حاطم والذي يصل مداه إلى أكثر من 1450 كيلو متر يقول الحوثيون بأنهم يصنعون الصاروخ الأرضي قدس ون محليا وهو صاروخ كروز ويصل مداه الأكثر إلى 800 كيلو متر لكن التقارير تشير إلى أنه من صنع إيران نظرا لمدى تقدمه وتعقيده خصوصا مع تزويده بمحرك تي جي 100 تي كي التصميم لدى الحوثيين أيضا مشاهدين الكرام ستة أنواع من الصواريخ المضادة للسفن تختلف قدرتها من حيث القوة التدميرية والتخفي عن الرادارات وأيضا العمل بالأشعة تحت الحمر كما للحوثيين قدرات جوية متمثلة في سلاح للمسيرات والذي يستخدم في الهجمات والاستطلاع ومن أبرزها مسيرات قاصف وصمات والتي قد يصل مداها إلى أكثر من 1500 كيلو متر وقادرة أيضا على حمل متفجرات قد تزين 18 كيلو جراما عبر تطبيق زوم مرحب من مدينة أندرناخ الألمانية بالعقيد متقاعد رافل ثيل وهو رئيس مبادرة الدفاع الأوروبي في ألمانيا أهلا وسهلا بك معنا عميد رافل الضربة الجوية الجديدة التي قامت بها الولايات المتحدة لأهداف اليمن بالتحديد لأهداف مسؤولة عن التحكم بالطائرات المسيرة إلى أي مدى سيصل تأثيرها بالفعل إلى تحييط قدرات الحوثيين الهدف الذي دوما ما تقوله الولايات المتحدة بأنها تريد تحقيقه شكرا جسيلا على استدافتي قبل كل شيء بالفعل هذا أمر في غاية التقييد لقد أشرتم إلى ذلك فهناك مدى كبير لعدد من أنواع السواريخ الحوثية بالإدفة إلى مسألة المسيرات التي قد تصل إلى السفن الأمريكية وهي غير جاهزة بشكل جائز لمواجهة المسيرات الحوثية فلذلك ينسب التركيز الأمريكي على مهاجمة المواقع لسيطرة على نشاطات المسيرات والردارات من المختامة لأنهم قد دمروا حوالي 30% من هذه القدرات ولكن هذا يبقى على الإغلبية من القدرات الحوثية بشكل عاملياتي هناك حاجة لنزيد من الاستطلاع والمشاورات الاستخباراتية للكشف عن هذه المواقع وللكشف بمخابي هذا السلاح هذا الأمر سوف يستخرق بعض الوقت ولهذا السبب هناك حاجة لحماية الممر المائي بغية الحفاظ على حرية الملاحة في هذه المنطقة نعم ما رأيك في تصريحات الحوثيين التي دوبا ما تردد بأن كل هذه الضربات ضربات قوة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية على جماعة وأدواتها وقدراتها العسكرية غير مؤثرة ولا تحيد من قدرة هذه القدرات العسكرية للجماعة في مواصلة ما تقوم به في البحر الأحمر وهذا ما نراه على الأرض نرى بأن جماعة الحوثي لازالت مستمرة في استهداف السفن إننا نجد أنفسنا في وسط العامليات النفسية وأيضا الحرب المعلومتية نحن قد نرى أمثلة في أوكرانيا واختا غزة في إطار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس فهناك عدد من العمليات المعلومتية حيث كل طرف يريد التقديم السردية للعالم والمجتمع الدولي ولكن عندما ننظر إلى الوضع الاستراتيجي في إطار السرع بين الحوثيين والتحالف الدولي فإن القصة الكبرى تتمثل في تجنب تسعيد هذا الوضع إلى نقطة لاعودة فلذلك الهجمات تحمل طبعا محدودا وهي تظهر قدرات القوات الأمريكية والبريطانية في إطار مهاجمة جماعة الحوثي أظن أن هذه الأهداف قد تكون كافية نعم أريد أن أسألك عن نوع الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون اليوم عندما نتحدث عن أسلحة ربما يصل مداها إلى أن تطور بعد مدى معين كانت تصل له كيف لجماعة أن تطور مثل هذه الأسلحة ومدى فعليتها أيضا لأن الجميع يتحدث بأن ما يحدث في البحر الأحمر ربما ليس لقوة وقدرة لدى الحوثيين بالفعل وإنما هو مسألة أمنية فقط للحفاظ على مسار هذه السفن لأن في النهاية هذه السفن تجارية ليس فيها عتاد ليست تحمل طائرات ليست تحمل قدرات عسكرية لتكافح مثل هذه اللاجمات حتى وإن كانت بسيطة بشكل عام هذا يمثل مشكلة لأننا نرى أن عددا من السفن تضر إلى الاتفاف على هذا الممر المائي ووصولا إلى رأس رجاء السالحة الأمر الذي قد يتطلب المشاركة الأكثر نشاطا للقوات الأمريكية والبريطانية لمهاجمة هذه المواقع وبشكل عام وكما أعتقد من الواضح أن الحوثيين أيضا عبرت عن إحدى الميليشيات المنعومة من قبل إيران التي تريد توسيع حجم التعديدات في هذه المنطقة بغتاء العرض والإظهار أن هناك عديدا من الأليات التي تتوفر لدى إيران للتهديد الأطراف الأخرى في المنطقة بما في ذلك المجتمع الدولي فمن هذه الهجة للنظر أنا لست مستغربا بأن الحوثيين يمتلكون مثل هذه الترسنات لأن من يزودهم بها هذه المعداد هو إيران وبالرغم من النشاطات التي تنسب وتركز على تجنب تهريب السلاح نحن يجب أن لا نسمح بهذا التهريب الاتحاد الأوروبي يعتمد على المقارمة السالسة من حيث أولا الدفاع عن السفن التجارية في هذه المنطقة ولكن ذلك أيضا قد يؤدي إلى التسعيد نحن يجب أن نجعل هذا السرع بوترة يتطور بوترة هادئة ولكن فيها لم يحدث ذلك فإن التأثير السوف ينسب على كل التجارة العالمية وهو سيكون كبيرا بدرجة لا تسمح بحروب تهرب كل من الحوثيين والإيرانيين في المستقبل فلذلك نحن نجد أنفسنا في حالة سعب جدا هذا التأثير الذي تتحدث عنه سيد رالف إلى أي مدى تناميه قد يصل لأن يكون مؤثر بشكل أكبر على سبيل المثال على القارة الأوروبية نعم هناك مخاطر حقيقية ونحن يجب أن ننظر في الممارات التجارية الأساسية فهناك عدد من المشاكل مع هذه الممارات بما في ذلك نقص المياه في قناة بانما الأمر الذي يضطرنا للاعتماد على عدد محدود من مثل هذه الممارات والقنوات المائية فهناك أيضا عدد من المشاكل في قناة ملقة في إطار التوترات بين الصين والوليات المتحدة فلذلك نحن نرى أن عدد من السفن التجارية الأوروبية لا تصل إلى المواني الأوروبية في الوقت وأنا أفترض أن الحديث لا يدور عن 10% من السفن التي تلتف على هذا الممار فإن هذا الرقم أكبر بكثير وهذا سابقة خطيرة بنسبة للتحاد الأوروبي نحن يجب أن نشارك في الحفاظ على سلامة هذه الممارات وبتباعة الحال سوف نشارك في هذه العمليات في حل لم نحصل على حل العقيدة المتقاعد رالفا ثيل رئيس مبادرة الدفاع الأوروبي في ألمانيا شكرا جزيلا لك